وش هو الشيء اللي إذا ما سواه خالد تزعلين منه وما نضف بالبيت على فكرة أشرف أنا وعدتكم أن أنا أكبر العيش لأن أنا أخلص يعني أعتقد أن أنا إنساني بس ما توقعت من أول خمس دقائق بصراحة نحنا اليوم نطرح كل المواضيع اللي تقدر تساعد الغيس طبعا نكونت قبل نموذجي بالفن وبالحيات لا 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 نحن نموذجي لا 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 نقرت ولا أحد بالشارع بالشارع وحنا جايين لكم هنا كنت قاعدة أقول لخالد أنا زعلان يا خالد لأنه ما قاعد يرتب كان مستخدم شيء بيفتحه وأخذ المقص بالمطبخ وكذا وقص الشيء اللي بيفتحه هذا وترك المقص كذا طيب راجع مكان يا خالد لسه عندك أمل يا إلهام أنه يكون للرجال أن يقدروا يرجعوا كل شيء ما كانوا أشكرك يا أماني أشكرك لأخر نفس لازم الحارض لا ما فينا لازم لأخر نفس يعني هل فيك أنت مثلا تتخلين على أحلامك بسهولة؟ طيب ما في مشكلة بس بشرط يعني هي تقوم أيضا بواجبات المسؤولة عنها ولا لا؟ يعني مثلا أنت الآن تقولين ما رجعوا مكانه طيب بالنسبة للأمور الثانية البيت متطلبات البيت واجباتي في البيت في شيء؟ تفضل أنا ما عندي مشكلة هتفضل أنا لو كنت أرجع معك بالسيارة راح أعترف لكن راح أرجع معها بالسيارة فأحنا حمبات في البيت هل تبيني أبات بره البيت؟ لا 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 بالعكس هي غير مقصرة في كل واجباتها مقيمة كل الواجبات وزيادة بعد شاهلتني في وقراسة أنا المقصر معها بسرعة بشيك أحنا حمباتي أحنا حمباتي